اجتماعات المعارضة السورية في الرياض ونتائجها ومدى إمكانية مساهمتها في حل الأزمة السورية كانت الحدث الأبرز على وسائل التواصل الاجتماعي طبعا على تويتر هناك كان بعض التغريدات فهد الشمري مثلا غرد قائلا من بداية الثورة السورية وأنا أقرأ وأسمع من من المسؤولين السياسين أنه لا بقاء للأسد في مستقبل سوريا فمتى سوف يكون مستقبل سوريا سلطان فراج هنا مؤتمر الرياض للمعارضة السورية سيكون كاتفاق مكة واتفاق الطائف ولا نتائجها مرجوة منه مؤتمر المعارضة بينما الطائف وغيرها يعني هو مطروح كان مهند أنه يمكن يكون هناك طائف لسوريا أو كذا نموذج سوري للطائف اللبناني لكن لا أعتقد أنه نموذج يعني يأتي بنتيجة على الأرض يعني هو حل أخير ربما يعني آخر الدواء الكي كما يقولون ما بعرف صحيح ما بدي أسأل شونتا لا تعليق توفيق يقول هنا الحديث عن أن المعارضة السورية موحدة غير صحيح فكل جماعة تحارب لمصلحتها ولو كان فيهم يعني خير لكانوا اجتمعوا على أقل برجل واحد لكنهم فشلوا أعتقد يعني شوي قاسي كان هذا التعليق يا توفيق ربما الواحد لو كان في وضعهم كان ربما اختار خيارات مش سهل يعني على معارضة يعني تقوم يعني في عالمنا هون أن تختار أن تكون صاحبة خياراتها يعني في أي وضع على كلين من يراهن على توحد المعارضة السورية كالذي يشتري السمك في البحر قاسي التعليقات كانت في معظمها على تويتر لا أعرف يعني إلى أي درجة تتحمل المعارضة السورية وجاءنا أيضا تعليقات لغرفة الأخبار الساعة القادمة لأنه في موضوع سوري أيضا عن المعارضة السورية جاءنا أيضا بعض التعليقات القاسية نوعا ما على المعارضة سنستعرض بعضها بعد قليل طيب نذهب لبعض الصور التي كانت على أكثر تدولا على مواقع التواصل الاجتماعي نغير شوي الجو من السياسة إلى مواضيع أخرى هنا أيضا في السياسة لكن أمور فعلا مهمة وزراء الخارجية هنا وزير الخارجية السعودي عادل جبير وبعض المسؤولين السعوديين هنا مهمكين في متابعة تربما وسائل التواصل الاجتماعي على التلفونات أثناء الاجتماعات في هونغ كونغ صورة كانت لأحدى الرقصات بشكل غريب ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي هنا شوية سلاسل هذه الصورة الغريبة هي لكلبة نتانياهو ووزير الخارجية جون كاري هذه الكلبة التي اشتهرت بأنها تعض ضيوف نتانياهو لا أعرف لماذا جاء بها إلى كاري ولا أعرف من أين أخذت هذه العادة الوسخة هذا اختراع في سينغافورة لطلاب يحدثون فيه عن سنوستورم دعني أذهب مباشرة هذه الصورة مشهورة ولكنها قديمة ربما لكن لدينا هذا الفيديو الذي سنختم به هنا سريعا وهو لترامب الذي يعني لقى عقابه على ما يبدو على تطرفه وتصريحاته من خلال هذا النسر الأمريكي المفارقة شانتال ويوسف أن النسر الأصلع بولد إيجل هو رمز الدولة الأمريكية ونظر إلى الليلة هذا النسر يعني يهجم على دونالد ترامب بسبب مواقفه التي يحتج عليها الكثيرون دعونا فقط نعيد بعض الصور هنا هذه للقطة الأخيرة عندما يعني هزأ ترامب يعني النسر يعني قضى على لخوط له شعراته شوي بس بشعراته حتى عندما هنا عندما مد يده حاول أن ينقضى على يده هنا شوف واضح أنه خوي في ترامب يعني على عكس ما يبدو من تصريحاته يعني 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 ما بعرف برأيك أنت مهند يعني في الإعلام في أمريكا شيء مهم يعني ستؤثر هذه عليه بتأكيد يعني هو هو الرجل يعني تحت النيران أصلا من بعض التصريحات الأخيرة ولكن البعض فسر هذه على أنها يعني قدرة إلهية بشكل ما لمعاقبة ترامب بهذا الشكل يعني شيء فعلا على كلين هذا ما اخترناه لكم اليوم من وسائل التواصل الاجتماعي